السهر كاف هيا عينصاد حامين عينسين كاف بأملاكها المتمثلة في خدم هذه الآيات المباركة والمعهود عليها والمعروض باسم سقر الجديان وهو من الطير وقد تكلمت على الطير وتفقد الطير ويشرب من هذا المعلم الذهي ثلاثة أيام ومن أرادها دفع شر أدو الله أعرف الأعداء في هذا الزمن أصبح كترين قارك بالكلام والثابعة والسحر والشعواذة ويبحث عن يشثث الشمل بتاع الناس يدمر العقيلات ويسجون قرينه في دائرة من ذوائل الخيال فلا يفك عنه هذا إلا إذا أخرجت القارورة وكسرتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عائلتنا الكبيرة في قناة أسرار الباطن أو دائرة اتصال سعيد باللقاء معكم من جديد في موضوع جديد واليوم سنتكلمه مباشرة وبدون مقدمة على أسرار أسماء ربارية قوية جدا لها آيات كذلك من الآيات التي لها مئات التصارف أسرار كاف هي عين صاد حاميم عين سين قاف أو المعروفة بالآيات الخمس وهي خمس آيات تبدأ أوائلها بحروف كاف هي عين صاد وتنتهي بحروف حاميم عين سين قاف ولتسهي الأمر الخمس آيات هي كم من أنزلناه من السماء فاخطاط به نبات الأرض فأصبح هشيمة ذله الرياح هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم يوم لا زفاه ذا القلوب لا ذا الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنسي واللي إذا عسعس والصبح إذا تنفس صاد القرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة الشقاق وسبحان الله القرئ لحروفي بداية هذه الآيات وأواخرها يلاحظك أنه يقرأ شفر معين أو كود معين أو رمز معين يقول لك كيف هي إنس؟ ما معناها؟ حامم إنس قاف ما محلها من الإعراب ولا يعلم أن فيها قوة سبحان الله لا يعلمها العزيز الجبار علما أن هذه الآيات الخمس المباركات التي ذكرت لها مئات التصاريف ولكن لن يسمع الوقت بذكرها كلها خوف من الإطالة وحفاظا على هدك الأسرار لأن في أسرار لا يجب البوح بها أمور قد تكون ظهرات في أحيان كثيرة فأخفوها ساداثنا وماشايخنا وكذلك نحن لا نسمع بها وسأعطيكم المباحة منها فقط لأن هذه الأسرار الأخرى قد يستعملها بعض السادة المثابعين للأذى وإقاع الشر بالأشخاص خصوصا وأن خواص وقوى هذه الآيات والأسماء قاطعة وصحيحة مجربات بدون شك وأعلم برك الله فيك أن من أخذ هذه الآيات المباركة كورد بقراءتها على نفس هذا الترتيب الذي ذكرت وقرأت به عدد أربعين مرة بعد كل صلاة مفروضة لمدة أربعون يوما تواصل مع روحانيتها وشاهد طاقتها وأملكها وتفتحت لديه الرؤية المنامية الصادقة وتواصل بشكل مباشر مع روحانيتها ومعناها مشاهدة مباشرة لأملاكها المتمثلة في خدم هذه الآيات المباركة والمعهود عليها والمعروض باسم سقر الجديان وهو من الطير وقد تكلمت على الطير وتفقد الطير علما أن من أهذا العمل بها فيجب عليها أول الأمر أن يخلط روحانيته بروحانية لسماء وهذه الآيات وأسهل طريقة أن يقرأ الآيات المباركة على ما يأخذ ماء ويقرأ في هذه الآيات المباركة على ذا 45 مر وتكون القراءة عند شروق الشمس ويشرب من هذا المعلم ذاته ثلاثة أيام مع قراءة الآيات وراء كل صلاة مفروضة أحد عشر مرة فبعد اليوم الثالث يمكنه التصرف والعمل بهذه الآيات بإذن الله ديك الساعة يكون جسده قد تروحن بهذه الأسماء تتعال الآيات دخلت عنده في الجسد من بذاعه ودخلت في جسده وروحانيته وفطاقته ديك الساعة يمكنه التصرف بالك الكتابة بها مثلا أطفال الصغار أو غيره أنا في ناس كتير جوا تسمى شيوخ يجوا يقولوا ما أطفال صغار عنده عين عنده تعبئة عنده حسد ما أعرفش حاجة يكتب له كتابات كهكذا يحملها يقول له حط تحت الوساذة أو حجاب عشان العين أو هذا فهذا الأشياء هذه لا تزالوا يعملوا بها كثير من الناس بس رغم أن الناس تقول لك هل حرام من علاقة أشركه وغير كلام فاضي أن الناس لازل تشتغلوا بهذه الأمور في كل الذول العربية وحتى الطلسمان لسه موجود عند الغرب كذلك يؤمنون بالطلسمات كثير جدا يسمى الطلسمات يروحون يسوونها وتباع مستعملة يقولون هذه الطلسمات للحفظ وهذا حجر الحفظ وهذا لا يعرف ماذا يعني نحن كذلك نثباركوا بآيات الله خصوصا إذا كتبها شخص عنده تلك الطاقة وعنده تلك القوة وعنده ذلك النور سبحان الله يأتي الله في الشفاء يكون الطفل الصغير يبكي طول الليل او غيره تكتبوا لو بقت فقط صورة الفاتحة واسماء مثل هذه الآيات الخمس او صورة الملكة لقولي ثعالى حسير تضعوها تحت وسادته فيناموا جيد جدا لا يوجد أي مشكلة الطفل الصغير يقول لك واحد عنده لا سيتبرمج عقله لا طفل صغير يكون عنده شهرين ثلاث شهور ويناموا بصورة جيدة بإذن الله طاقة الاسماء قوية جدا وتقاثوا الآيات قوية جدا وتقاثوا الحروف قوية جدا فإذا أردنا استخدام هذه الآيات الخمس وهذه الأسماء المباركة مثلا لرفع الكراهية وإنزال المحبة أو للانتقام من معثلي أو لتيسير أمر وقضاء حاجة أو أي شيء خطر في بالك وخاطرك فتتوظى وتجلس بعد صلاة العشاء ما بين الشفع و الوتر صلي العشاء صلي الشفع و اجلس على الجلوس بطاعة القراءة بإذن الله وتقرؤوا الاسم حاميم إنسين قاف بدون ذكر الاسم الأول كفها يا إنصات لا تذكرهاش تذكر حاميم إنسين قاف حاميم إنسين قاف حاميم إنسين قاف تقرؤه هذا سبعمائة مرة سبعمائة مرة وبعد كل مئة مرة تقرأ الآية الخمس مرة واحدة وبعدها تنظر إلى يمينك وتقول السلام عليكم ورحمة الله يا من يسمع كلامي أقسم عليكم بلا إله إلا الله إلا ما أسرعتم لقضاء حاجتي وتكمل قراءة وتداوم عليها لا تسويش لظرف عمار ولا تبخر ولا أي حاجة لأنها أشياء رباني ويكون طلبك أو غارضك في رأسك الشيء الذي تناوي عليه فإنه يقتى بإذن الله تعالى وأنصحوه من سيقوم بهذه العملية لا يسويش فقط ليلة واحدة سوياتات ليلة متابعة ورد علي الخبر في التعليقات سترى ما يصرك ويذهشك ومن أرادها دفع شر عدو الله عرف الأعداء في هذا الزمن أصبح كترين قارك بالكلام والثابعة والسحر والشعواذة ويبحث أن يشثث الشبل بتاع الناس يدمر العائلات وهؤلاء يتوجدون أكثر من الذباب لأن نعيش عصرهم وعهدهم جتجدهم في كل بلد وفي كل مدينة وفي كل حي وفي كل زقاق كالشياطين يتكلمون في العراض ويصنعون الفتنة ويخرجون الكلام الكاذبة على الآخرين خصوصا كالواحد ناجح متميز هؤلاء يصيرون يتكلمون عليه فمن يبطل الله الله تعالى بمثل هؤلاء وعالما من يكونون يسرون 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 سحر أو يسرون حاجة تؤذيه في صحاته وتؤذيه في أولادي وتؤذيه في كل أموره أخذ حجر من الملح يكون 100 جرام أو أكبر من 100 جرام وقرأ عليه بعد صلاة المغرب صلي المغرب اقرأ عليه بعد صلاة المغرب بأن تضعه أمامك على سجادة الصلاة بعد السلام اقرأ عليه الآية الخمس 40 مرة وتقول بعد كل مرة اللهم من أراد بي سوء أشكوه إليك وأسجن روحه في هذا الحجر بحق ما أقرأ من أسمائك وكرر إلى ثمام الأربعين وبعدها أخذ هذا الحجر من الملح وضعه في قارورة من الزجاج واغمرها بالماء ضع فيها الماء وسد على هذه القارورة بإذن الله وادفنها في مكان يكون بعيد لا يصل إليه الآخرون فوالله إنه سيخرص من يسعى في أذيتك وسيبتليه الله سبحانه وتعالى بالمشاكير والملاهي والمصائب التي سوف تليه عن أذية الخلق ويسجن قارينه في دائرة من دوائر الخيال فلا يفك عنه هذا إلا إذا أخرجت القارورة وكسرتها وسبحان الله إذا بقيت القارورة الزيادة من أربعين يوم مدفونة فإنها تتكلس ويصبح لون الماء بها أصفر وتصبح رائحتها لا تطاق فإن كسرتها صعر منها ضخان وهذا من أغربي ما ستجاهد في هذا الباب وأزلوها من رقبتي إلى رقبتي من سمعني فلا تؤذي بها إلا من يؤذيك ولا تقم بها لأجل ثعذيب الآخرين فينقلب الأمر عليك ومن عجائبك فيعنص الحميم إنصين قاف فإذا قرأتها على يدك اليمنى عدد سبع مرات كل مرة تنفخ على يدك تقول كلا لا تطيعه وسجد واقترب وبعد إثمامي السبع مرات تقرأ الآيات الخمس سبع مرات كذلك على كفك وفي نية ذيك قضاء حاجة أو تيسير أمر ويكون ذلك قبل الدخول مثلا العظارة أو محكامة أو صفارة أو عند شخص لك إنه حاجة وعندما تكون أمامه تفتح يدك وتنطق بطلابك فإنه يقضى ويتأسر ويكون ذلك لديك كالحلم وتتعجب من سرعة قضائه بإذن الله تعالى وأمر آخر قوي جدا وهو من كتب على كفه الأيمن والعيسر بالحناء كفيا إن صاد حامم إنسين قاف حروفا مفرقة وقرأ الآيات كل ليلة ثلاث أو سبع مرات عندما يظهر الفراش فإنه يشاهد الرؤيا والأحلام الحقيقية ويرى أمورا قد يعقذ عليها من خير أو شر وتسمى المكاشفة المنامية وقبل أن أخذم إخوتي في الله اهتمنا لكم البركات والخيرات والنور في حياتكم والإبنائكم أما مسألة أن أقوم بالرذي المباشر على تسؤولاتكم هذا سنبرمج وفما بعد إن شاء الله لما تكون المثابعات القناة جيدة في الوقت الحالي المثابعة ضعيفة جدا مقارنة بقناوات أخرى تقذم ومعتوى مشابه لما أقذم إن شاء الله هو المتمشي القناة في اتجاه تصاعدي وهذا سيكون قريبا جدا يمكنني تقديم المباشر بشكل مباشر أيضا بإذن الله تعالى أحبابي في الله تقبلوا فائق المحب والتقدير والنور وإلى حلقة قادمة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة